موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات أهلا بك أخي مالك أهلا بك أخي مالك الآية 12 في سورة المجدلة بتقول محمد أي حد ييجي يسألك أي سؤال لازم يدفع صدق ليه صحيح فعلا الموضوع آية الصدقة الموجود في سورة المجدلة رقم 12 متما تفضلتي يقول أن كل شخص عندما يأتي إلى محمد يناجي محمد بمعنى يستشير محمد أو يتحور مع محمد فعلي أن يدفع صدقة صار معروفة في المصادر الإسلامية بصدقة النجوة أنا مفكري طيب ما هي مبررات أن يأتي القرآن بصدقة النجوة يقول المفسرون أو الشارحون بإني حيثيت على شكل التالي أن كان محمد كون هو نبي فكان عنده ازدحام من الزائرين اللي كانوا يأتون إليه لاستشارتي فهذا ازدحام سبب له تعب وأرهاق فللتخفيف من عدد الزائرين أو على الأقل للتخلص من العدد الأكبر منهم فكان لابد أن يضع آلية لمنع الزوار أو طريقة من الفلتر هذه الطريقة اللي ابتكرة حسب النصوص الإسلامية تقول بأن هي صدقة النجوة كما جاء في تفسير الطباري اللي موجود على الشاشة أن القدادة قال سأل الناس رسول الله حتى أحفوه بالمسألة بمعنى حتى أرهاقوه بالسؤال لما يسألوا ويسألوا ويسألوا فقطعهم الله بهذه الآية الله إذن دخل في هذه الآية وقطع الطريق عن هؤلاء الناس حتى لا يزيدوا رقم محمد وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله فلا يستطيع أن يقضيه حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصة فألم تجدوا فأن الله غفور رحيم فإذن النص يقول بأن السبب الأول أنه كان في ضغط اجتماعات كثير علي فإذا أراد محمد أن يقطع طريق على المستشار الذين يأتون للإستشارة من خلال هذا الموضوع تفسير آخر أو رأي آخر يقول لا أنه في مجموعة محددة قصدهم محمد هؤلاء المجموعة المحمد يعني القصدهم محمد المحددة سماهم المفسرون أهل الباطل طيب يريد محمد أن يقطع الطريق عن أهل الباطل لزيارتي طيب من هؤلاء أهل الباطل يقول المفسرون أهل الباطل هم المنافقون وليهود الذين كانوا يأتون محمد يعني تقصد أن الناس دولة أهل الباطل دولة كانوا بيستنزفوا محمد لا أقول أن يستنزفوا أو بيستطوروا نعم أنا أتوقع شخصيا المصادر لا تحدد أتوقع أن بين قوسين أهل الباطل اليهود والمنافقين كانوا يأتون لهم محمد لدخول ما في منقاشات قائدية أو يستضوا فإذن وكان هذا الموضوع متعب بالنسبة له على ما يبدو فأراد أن نقطع لهم الطريق من خلال صدقة النجوة المعنى أني على الأقل أنتم رائدين تأتوا لمناقشتي وأتخالي في ماتهاتكم على الأقل ادفعوا سمعا هذا الوقت الضائل بين قوسين معكم فإذن كان فيه أنا احتمالين الاحتمال الأول أني محمد كان عنده ضغط زوار يريد استشارته فأراد تخلص منهم والاحتمال الأخر يقول لا أني في مجموعة محددة كان هؤلاء المنافقين واليهود كانوا يدخلوا مع محمد فأراد محمد أن نقطع عليهم الطريق من خلال فرض صدقة النجوة أو فرض صدقة الاستشار أو رسم الدخول طب لو هو أطع عليهم الطريقة أخي مالك الآية اللي بعديها إزاي تنسخ هاي الطرافة في الموضوع فإذن ولكن نحن نمشي مع طبعا لماذا نسختها لأن الواضح أن هذه الآية لم تنقى قبول من قبل المسلمين أنفسهم بالزبط يعني ما عملت ما اشتغلتش آية معطلة بالعكس حتى كما يقول فاشتدى الشهاد الأبله فاشتدى هون شهاد الحالي فاشتدى ذلك عليهم على الناس المؤمنين يعني هذا الموضوع أسقل على المؤمنين ربما كان في ناس يعني يعتقدوا أني زيارة محمد لا يجب أن تكون مكلفة بهذا الطريقة وجود صدقة نجوة فأراد أن يقطع الطريق ولكن هذا بالعكس كان نتيجة غير إيجابية والدليل أني فاشتدى ذلك عليهم وبسرعة تم يعني نسخة بتلاحظ أني غالبا في القرآن عن الأي وتنسخ بعض صور وآيات لكن على قول يعني خدت وقت دي يعني البعض يقول أني عشرة أيام هذا أعلى وقت البعض يقولون لا ليلة نواحد بمعنى يوم البعض يقول سويعات سويعات ولكن دخليني نمشي مع أطول وقت في عشرة أيام في عشرة أيام أنا بشكرك أخي مالك يعني أنا بزمتكم أنا بسأل السؤال في نبي لازم يدفع فلوس الناس تدفع له فلوس عشان الناس تشاره مال هو نبي ليه نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر